تستمر فرق الدفاع المدني بمحافظة إدلب في يومها الثامن على التوالي في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمنشآت الحيوية في عدد من بلدات وقرار في إدلب الشمالي والغربي للوقاية من فيروس كورونا ما زالت الفرق الدفاع المدني منذ ثلاثة أيام تعمل على تعقيم الشمال السوري تضمت هذه الحملة المعاهد المشافئة المدارس مراكز تجمع المدنيين كمراكز الإيواء المخيمات تم دعمنا من هذه المواد من منظمة الصحة العالمية الهدف من هذه الحملة هو الحد من انتشار مرض الفيروس كورونا أنصح المدنيين بعدم الاقتراب مع بعضهم أو الاحتكاك مع بعضهم والتزامهم بالبيوت يعمل الدفاع المدني أيضا على حملات توعية للأهالي وتعريفهم بمدى خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى نشر برشورات ولافتات تحذر من الكورونا في الأماكن العامة منذ انطلاق الحملة تم تطهير عدد كبير من المنشآت الحيوية والمرافق العامة والقرى والمخيمات والحملة مستمرة حتى تشمل جميع مناطق إدلب لليوم الثامن على توالي تستمر فرق الدفاع المدني في عمليات التطهير والتعقيم في قرى وبلدات ومدن محافظة إدلب حتى اليوم 1277 منشأة تم تطهيرها من قبل فرق الدفاع المدني في ثمانية أيام والعمل مستمر لتطهير جميع المنشآت والمرافق الحيوية في محافظة إدلب بالإضافة إلى الشوارع والأسواق والمخيمات أيضا ستشمل جميع المخيمات على الحدود السورية التركية والمخيمات الداخلية تسيطر حالة من الخوف على السوريين في بعض مناطق إدلب مع متابعة أخبار الوباء العالمي كورونا المستجد ما طغى على التطورات العسكرية والسياسية التي هيمنت على المشهد وحديث الناس هنا خلال الفترة الماضية أحمد أمين تلفزيون سوريا ريفو أتلب